اشتركوا في القناة المعطيات المتوفرة حسب موقع اخبارنا المغربية تشير الى ان ادارة يوتيوب قررت حجب الاغنية بناء على التبليغات التي توصلت بها من الاف الجزائريين والذين اشتكوا من ظهور صورة الامير عبدالقادر الجزائرية ضمن الفيديو كليب مصادر مقربة من ادارة اعمال دنيا بطمة اكدت ان فريق انتاج الفيديو كليب وقع في خطأ فادح لكنه غير مقصودة حيث استعمل صورة الامير عبدالقادر ظنا منه انها تبثل القيدة المغربية عيسى بن عمر الذي نظمت خربوش قصيدتها عنها وهي السقطة التي استغلها الجزائريون لضرب دنيا بطمة واغنيتها الشعبية المغربية الشهيرة هذا ومن المرجح ان تعيد الفنانة المغربية طرح الاغنية قريبا بعد ادخال تعديلات على الفيديو كليب خاصة وانها حصدت عدد مشاهداته فقط نصف مليون في بضع ساعات فقط نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء